اشتركوا في القناة ايه معنى الحياة؟ كل اسبوع هنناقش فكرة او سؤال من الاسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور من افلاطون لابن رشد دي ديكارد هنتكلم عن المعرفة الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العدالة المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلسفة الاغريق لاباء المتكلمين العرب درواد الفلسفة الغربية الحديثة في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة معكم احمد الملط للفلسفة والمتفلسفين اهلا بكم في كلام فلسفة الحلقة الثمانية والخمسين التحليل المنطقي لجمال انتقالي لجمال انتقالي شكرا لكم في حالكم على سبيل المزيد من الناس لكن المتحضن من نهاية الفيديو و لا تنظروا لأخرى أشياء وقت مرة أخرى أرى رجال في هذا المنزل موجودة موت تخيل انك محقق بلجيكي مشهور معروف عنك قدراتك الغير عادية على تحليل الاحداث الغامضة والتوصل للحقيقة بعد النجاح الباهر اللي حققته في قضية كبيرة في الشرق الاوسط طلبت للتحقيق في قضية بمدينة لندن بالرغم من عدم وجود مقصورات كافية على قطار الشرق السريع الا ان الشرطة البريطانية عجزت لك مقصورة في عربة الدرجة الاولى على القطار كي تصل في اسرع وقت على متن القطار بتقابل ادوارد احد رجال الاعمال الامريكيين صاخب دائما ما تشم الكحول في مدابسه معه سكرتيرته الشخصية ومترجمه هكتور بعد التعارف وعلمه بانك محقق يعرض عليك مبلغ مالي كبير مقابل حمايته على القطار خلال الرحلة التي تستغرق في العادة 3 ايام لانه تلقى عدة رسائل تهديد من شخص غير معلوم بترفض بادب في الليلة الاولى على القطار بتلاحظ بعض الاحداث الغريبة بتسمع بعض الاصوات قادمة من غرفة ادوارد وبترى شخص يرتدي كمونو احمر بيغادر غرفته مسرعا في منتصف الليل تستيقظ في الصباح على صوت صرخة قادمة من حجرة ادوارد بعد اقتحام الغرفة بتجد ادوارد مقتول بتعنات عديدة غارق في دماؤه القطار بيرتد بعنف ويتوقف قبل ان يأتي قائد القطار ويخبركم ان هناك عاصفة سلجية اوقفة القطار وانه سيظل عالق الى ان يتم اصلاحه في خلال ايام بتخبر الركاب الاثنى عشر علاماتنا العربة التي تمت فيها الجريمة انك ستقوم بالتحقيق في القتل بما انك محق وان الجميع محل الاشتباه لان القاتل ما زال بينكم ولم يغادر العربة بتبدأ بفحص الجثة وبتكتشف ان هناك اتناشر طعمة في اماكن متفرقة من جسمه النافذة تركت مفتوحة في الغرفة لكن لا توجد اثار للدماء على السلج بالخارج يبدو ان القاتل بيحاول خداع المحققين بايهمهم انه هرب من النافذة بتجد بالغرفة منديل مطرز على جانبه حرف الاتش منظف غليون ورقة بيضة مكتوب عليها اسم ارمسترونج بتعصر في اوراق ادوارد على مذكراته اللي بتساعدك في فهم دافع قتل في الجريمة بعد ما بتربطها بجريمة اختطاف للطفلة اسمها ديزي ارمسترونج حدثت قبل ثلاث سنوات مقابل فدية وعلى الرغم ان عائلة الطفلة دفعت الفدية اللي ان المختطف قتل الطفلة في النهاية بتستنتج ان ادوارد غالبا كان الخاطف والقاتل للطفلة وبالتالي عائلة الطفلة وراءه تسعى للانتقام بتبدأ في عملية استجواب لركاب العربة التي تمت فيها الجريمة بداية بالمحصل ثم هكتور مترجم الضحية وبتبدأ بالشك في احد الركاب بعد ان يذكر لك احداث قضية اختطاف الطفلة ارمسترونج يبدو ان لديه دافع بتستجوب سيدتين على العربة بيد دعية ان ادوارد زارهم في غرفتهم في نفس ليلة القتل جميع الركاب بيعطون حجج مناسبة لاماكن تواجدهم وقت حدوث الجريمة لكن هناك بعض النقاط التي اتفق عليها الكل المرأة اللي بترتدي كومونو احمر وشهدت خارج الغرفة ليلا تبدأ في تفتيش امتعة الركاب بحسا عن خيط للادلة بتجد الكومونو الاحمر في حقائب احد السيدات على القطار لكنك ايضا بتعصر على منديل على جانب حرف اتش ملطخ بدماء القتيل في حجرة سيدة اخرى على نفس العربة وبيزداد الامر تعقيدا عندما تبدأ في كشف ان العديد من الركاب على علاقات مباشرة او غير مباشرة مع عائلة ارمسترونج كونت نظريتين عن الجاني الاولى بسيطة لكنها لا تنطبق على كافة الحقائق المكتشفة وهي ان قاتل مأجور من عائلة ارمسترونج ركب القطر في المحطة السابقة وقتل ادوارد ثم هرب ليلة القتل بعد ان ضربت العاصفة الطريق اما النظرية الاخرى الاكثر تعقيدا هي ان كل ركاب العربة على صلة ما بعائلة ارمسترونج ولديهم جميعا الدافع لقتل ادوارد وعملوا معا على قتله تلك الليلة اثنى عشر راكب اثنى عشر طعنة بتواجه الركاب النظرية وتخبرهم ان العدالة مستحيلة في تلك الحالة لان القتيل جاني ويستحق الموت لكن العدالة ينفذها القانون الذي قد يكون قاصر او غير قادر على تحقيق العدالة في بعض الاحيان يظهر قائد القطار ليخبركم ان القطار تم اصلاحه وستتمكنوا من المغادرة الان والشرطة في انتظاركم في المحطة القادمة للقبض على القاتل ينظر الركاب الاثنى عشر لبعضهم ولك في ترقب وخوف تفتكر فعلا دماء ادوار لاتخت اياد الاثنى عشر راكب لتحقيق عدالة غائبة عجلت الشرطة عن تحقيقها الحجج هي اللبنة الاساسية لعملية التفكير المنطقي ولها صورتين استنتاجية داداكتف واستدلالية انداكتف عند تحليل كل من الحجج الاستنتاجية والاستدلالية نحاول الإجابة على سؤالين رئيسيين 1- هل كل المقدمات الحجة تدعم نتيجتها؟ 2- هل كل المقدمات حقيقية؟ عند الإجابة على السؤال الأول نبدأ بافتراض ان كل المقدمات حقيقية وبعد هذا بالنسبة للحجج الاستنتاجية نحاول ان نحدد بدوق تلك الفرضية ان كانت النتيجة حقيقية بالضرورة ان كانت النتيجة حقيقية اذا الحجة صالحة valid وان لم تكن حقيقية تصبح الحجة غير صالحة او باطلة valid اما بالنسبة للحجج الاستدلالية نحاول ان نحدد في ضوء فرضية ان المقدمات حقيقية ان كانت حقيقة النتيجة تتبع احتماليا لو كانت الاحتمالية قوية يطلق على الحجة في تلك الحالة قوية strong والعكس يطلق على الحجة ضعيفة weak وفي الحجج الاستدلالية ايضا نضع في الحسبان ان كانت المقدمات تدعم النتيجة وان لم تكن المقدمات تتجاهل اي ادلة اخرى مهمة مرتبطة بحقيقة النتيجة واخيرا لو كانت الحجة اما صالحة valid او قوية strong ننتقل للسؤال الثاني وهو تحديد ان كانت المقدمات فعلا حقيقية لو كانت كل المقدمات فعلا حقيقية في حالة الحجج الاستنتاجية تصبح الحجة سليمة sound او في حالة الحجج الاستدلالية تصبح الحجة مقنعة cognate كل الحجج الاستنتاجية الباطلة يطلق عليها غير سليمة unsound وكل الحجج الاستدلالية الضعيفة يطلق عليها غير مقنعة uncognate بالمنطق لا نطلق على الحجج مفهوم الصواب او الخطأ true and false مفهوم الصواب والخطأ ينطبق على الاطرحات او القضايا statements القضية اما صواب او خطأ تجمع من القضايا او الجمل ان كان لها هيكل او تركيب معين يطلق عليها الحجة argument وان لم تكن تتبع قواعد هذا التركيب لا تصبح حجة منطقية الحجج اما ان تكون استنتاجية deductive ان كانت حقيقة نتيجتها مطلقة تتبع بالضرورة من مقدمتها واما ان تكون استدلالية inductive ان كانت حقيقة نتيجتها احتمالية تتبع احتماليا من مقدمتها الحجج الاستنتاجية غير صالحة او باطلة invalid ان لم تتبع حقيقة نتيجتها بالضرورة افتراض حقيقة مقدمتها وتصبح الحجة صالحة valid ان كانت حقيقة نتيجتها تتبع بالضرورة ان صحت كل المقدمات والحجة الاستنتاجية الصالحة اما ان تكون سليمة sound لو كانت فعلا مقدمتها حقيقية او غير سليمة unsound لو كانت احد مقدمتها غير حقيقية اما الحجج الاستدلالية قد تكون ضعيفة weak ان كانت احتمالية حقيقة النتيجة بناء على المقدمات ضعيفة وقوية strong ان كانت تلك الاحتمالية قوية الحجج الاستدلالية القوية اما ان تكون مقنعة cognant لو كانت فعلا مقدمتها حقيقية او تكون غير مقنعة uncognant لو كانت مقدمتها غير حقيقية ارجع لحلقة قصص علم المنطق من الممكن ان تنظر الى هذا التقسيم على انه خريطة دلالية لتحليل الحجج المنطقية ايا كانت صورة العمليات المنطقية المستخدمة لتحليل الحجج او الانماط والادوات المختلفة المستخدمة نتيجة تلك العمليات لابد وان تقود لوضع الحجة تحت احد تلك التقسيمات السابقة وبالتالي استيعاب هذا التقسيم هم جدا عند عملية تحليل المنطقي إثبات البطلون Proving Invalidity صلاحية الحجة تتحدد بناء على هيكلها الحوج الصالحة لها هيكل او تركيب صالح Valid Form وكل الحوج الباطلة Invalid لها صورة او تركيب واحد ومن هنا صورة الحجة Form تعكس تركيبها الداخلي وصورة معينة في التفكير هذا النمط في التفكير إن كان جيد تصبح الحجة صالحة أو بالعكس تصبح الحجة باطلة أحد صور الحجة الصالحة تكون على الصورة التالية واحد كل صاد هو سين توقف للحظات وتأمل مواقع سين صاد وعين في قضايا الحجة لو سين صاد وعين تشير إلى كائنات أشياء أو أحداث من السهل رؤية صلاحية الحجة بالمقدمة التانية لو كل عين أيا كانت كينونة عين أو طبيعته جزء ضمني محتوى من كل صاد أيا كانت طبيعة أو كينونة صاد من المقدمة الأولى كل صاد أيا كانت طبيعة صاد جزء من سين إذن بالضرورة والحتمية لابد أن يتبع أن كل عين جزء محتوى لداخل سين الفكرة اللي بتؤكد نتيجة الحجة من الممكن أن نستخدم هذا المثال لتعريف ما هو المقصود بصورة الحجة argument form صورة الحجة من الممكن تصورها على أنها ترتيب الحروف سين صاد عين أو الكائنات داخل الحجة والكلمات كل وجزء من بحيث أن عند استبدال الحروف سين صاد عين بأي كائنات أشياء أحداث أو مجموعات من الأشياء طالما حافظنا على نفس التركيب اللغوي والكلمات المستخدمة تصبح الحجة صالحة لأنها تنطبق على هذه الصورة من الحجة الفكرة دي بيطلق عليها التمثيل substitution instance اللي من اسمها واضح الفكرة وراها نقوم فيها بتمثيل صورة أو قالب الحجة الرمزية كلمة قالب template قد تكون معبرة هنا جدا حسب خلفيتك تصور صور الحجة القوالب المحددة المعرفة مسبقا ونقوم بصب أو طباعة الحجج بناء على هذه القوالب المعرفة سابقا تأمل المثال التالي 1- كل الأحداث الرياضية ممتعة 2- ماتشات كرة القدم هي أحداث رياضية 3- إذن كل ماتشات كرة القدم ممتعة الحجة دي صبه على القالب السابق أو تمثيل لصورة الحجة المعرفة مسبقا كل اللي عملته إني استبدلت سين بممتعة وصاد بالأحداث الرياضية وعين بماتشات كرة القدم لكن في الحقيقة في بعض الأحيان تكون الحجة صالحة لكن الصورة أو القالب الذي تنطبق عليه غير واضح أو محدد كيف من الممكن إذن أن نتعامل مع تلك الحجة؟ إن كنا ندعي أن كل الحجة الصالحة لها صورة أو قالب محدد مسبقا في الحقيقة هذا النوع من الحجج غير مكتمل أو هناك بعض أجزاء الحجة ضمني لكن بمجرد وضع الحجة في صورة كاملة لا يوجد فيها أي أطروحات ضمنية تظهر صورة الحجة أو قالبها ارجع لحلقة أسس علم المنطق مثلا تأمل الحجة التالية الأوز تيور مائية مهاجرة لذلك تطير جنوبا للبيات الشتوية هذه الحجة غير كاملة لأنها تفتقد لأطروحة الطيور المائية المهاجرة تطير جنوبا للبيات الشتوية وبالتالي من الممكن وضع الحجة بصورة مكتملة كالآتي 1. كل الطيور المهاجرة تطير جنوبا للبيات الشتوية 2. كل الأوز طيور مائية مهاجرة 3. إذن كل الأوز طيور مائية مهاجرة تطير جنوبا للبيات الشتوية هذه الحجة تنطبق على القالب أو الصورة السابقة فقط استبدلنا سين صاد وعين ومثلناها بالكائنات والأحداث في الحجة لكن ليست كل الحجة صالحة الحجة الباطلة لها أيضا صور أو قوالب محددة تمثل نمط في التفكير الغير منطقي محدد مسبقا مثلا أحد صور الحجة الباطلة تكون كالآتي في هذه الصورة لو افترضنا أن كل الكائنات من نوع صاد جزء من أو محتوى داخل كل الكائنات سين وكل الكائنات من نوع عين جزء من أو محتوى من الكائنات سين لا يتبع هذا بالضرورة أن كل الكائنات من نوع صاد تصبح جزء من الكائنات من نوع عين لو الفكرة مش واضحة بالنسبة لك تأمل هذا التمثيل للصورة أو لقالب تلك الحجة الباطلة المقدمة الأولى حقيقية والمقدمة التانية أيضا حقيقية لكن النتيجة خاطئة لأنها لا تتبع من حقيقة كلا من واحد واثنين استبدال سين صاد عين بالحيوانات القطط والكلاب يوضح لماذا هذه الصورة من التفكير باطلة الآن بما أننا أثبتنا أن هذه الصورة أو القالب من الحجة خاطئ إذن هل من الممكن أن نقول أن أي تمثيل لتلك الصورة باطل ما تستعجلش للأسف لا الحجج الباطلة أكثر تعقيدا من الحجج الصالحة كل تمثيل لصورة أو قالب حجة صالحة دائما صالح لكن العكس غير صحيح أي إن ليس دائما صحيح أن كل تمثيل لصورة أو قالب حجة باطلة باطل وده لأن التمثيلات لصور الحجج الباطلة في بعض الأحيان قد تمثل صور أو قالب لحجج صالحة وبالتالي الأمر غير مباشر في تقرير بطلانها وفي تلك الحالة القاعدة تكون أي تمثيل لصورة أو قالب حجة باطلة يكون باطل فقط في حالة أن هذا التمثيل لا ينطبق عليه صورة أو قالب حجة صالحة أي إن فكرة أن احتمالية أن تمثيلات الحجج الباطلة قد يكون أيضا تمثيل لصور حجج صالحة تفرض علينا توخي الحذر عند تحديد صورة أو قالب الحجة تأمل هذا التمثيل لصورة حجة 1. كل العزاب أشخاص 2. كل الرجال الغير متزوجين أشخاص 3. إذن كل العزاب رجال غير متزوجة يترى هل هذه الحجة صالحة أم باطلة الحجة تمثيل لصورة الحجة الباطلة التي طرحتها منذ قليل لكن مصطلح العزاب متطابق مع مصطلح الرجال الغير متزوجة وبالتالي تنطبق الحجة على صورة القالب الصالح للحجة على أي حال هذه الصورة من الحجج التي يمكن أن تمثل صور أو قوالب لكل من حجج صالحة وباطلة في نفس الوقت نادرة وقليلة وسنتجنبها في مناقشتنا المستقبلية لصور الحجج المنطقية طريقة العينة المضادة Counter Example Method أحد أهم الطرق المستخدمة لإثبات أن صورة أو قالب حجة إما باطل أو غير صالح معروفة بطريقة العينة المضادة Counter Example Method طريقة بنقوم فيها باستخدام مثال تمثيلي لقالب أو صورة الحجة مقدماته حقيقية لكن نتيجته خاطئة مثلاً المثال السابق الذي استخدمته لتمثيل حجة باطلة بإظهار أن المقدمات حقيقية لكن النتيجة خاطئة نحن نعزل حالة محددة من خلالها نثبت أن الصورة أو القالب المستخدم للحجة باطل طريقة العينة المضادة تستخدم لإثبات بطلان الحجج الباطل لكنها لا يمكن أن تستخدم لإثبات أن قالب حجة ما صالح وبالتالي قبل أن نطبق طريقة العينة المضادة لابد أن نكون على علم أن صورة الحجة باطلة أو على الأقل شكين أن الحجة باطلة تأمل المثال التالي بعض الموظفين ليسوا متملقين جميع المديرين من الموظفين نستنتج أن بعض المديرين ليسوا متملقين هذه الحجة باطلة لأن الموظفين الغير متملقين بعضهم قد لا يكون من المديرين من خلال تستخدام تمثيلي من الممكن أن نعزل بطلان صورة الحجة في حالة معينة لإثبات بطلانها صورة الحجة كالآتي بعد هذا نقوم باختبار ثلاث تمثيلات نستبدل فيها الحروف سين صاد وعين بحيث أن هذه الاستبدالات أو التمثيلات تجعل المقدمات صحيحة لكن النتيجة خطأة مثلاً لو استبدلنا صاد بالحيوانات سين بالثدييات عين بالكلاب نتيجة التمثيل في تلك الحالة تصبح 1. بعض الحيوانات ليست من الثدييات 2. كل الكلاب من الحيوانات 3. إذن بعض الكلاب ليست من الثدييات أرجو أن التمثيل يكون أوصل الفكرة المقدمات حقيقية وسليمة لكن النتيجة بكل تأكيد قاطئة إلا لو كنت على دراية بنوع من الكلاب بيبيض مثلاً إذن طريقة الحجة المضادة هنا ساعدت في إظهار أن قالب الحجة باطل أو غير صالح من المهم عند صياغة الحجة المضادة أن نبدأ بتمثيل النتيجة أولاً اختيار مصطلحين يقودان إلى نتيجة خطأ وبعد هذا اختيار مصطلح ثالث يؤدي إلى أن تكون المقدمات حقيقية في المثال السابق من المهم إدراك تأثير الكلمات المستخدمة في قالب الحجة مثلاً بعض تعني على الأقل أن هناك حالة واحدة تنطبق عليها الأطروحة أو القضية مثلاً في جملة بعض الكلاب حيوانات تعني على الأقل هناك كلب واحد من الحيوانات لابد أنها جملة صحيحة لاحظ أيضاً نفس الجملة لا تعني بالضرورة أن بعض الكلاب ليست حيوانات القالب السابق ده أحد أشهر صور أو قوالب الحجج الاستنتاجية معروف بالقياس المنطقي التصنيفي categorical syllogisms لكن ليست كل الحجج الاستنتاجية قياس منطقي تصنيفي تأمل مثلاً هذا المثال أحد صور القياس المنطقي الافتراضي hypothetical syllogisms إذا فرضت الحكومة رسوم استيراد فسوف يرتفع سعر السيارات لذلك بما أن الحكومة لن تفرض رسوماً على الاستيراد فإن ذلك يعني أن سعر السيارات لن يرتفع هذه الحجة باطلة لأن سعر السيارات من الجائز أن يرتفع بالرغم من عدم فرض الحكومة رسوم استيراد صورة أو قالب الحجة كالآتي 1- لو سين إذن صاد 2- ليس سين 3- إذن ليس صاد لو طبقنا التمثيل بمثال آخر واستبدلنا سين بالرئيس المصري السابق مبارك أغتيل وصاد الرئيس المصري السابق مبارك ميت تصبح العينة المضادة كالآتي 1- لو أغتيل الرئيس المصري السابق مبارك إذن الرئيس مبارك ميت 2- الرئيس المصري السابق مبارك لم يقتل ثلاثة إذن الرئيس المصري السابق مبارك ليس ميتا بما أن المقدمات صحيحة لكن النتيجة بالقطع خاطئة إذن المثال بكل تأكين باطل إذن القالب أو الصورة باطلة مما يثبت أن الحجة الأصلية باطلة غير صحيحة عندما نقوم بتطبيق طريقة العينة المضادة على حجة تحتوي على جملة شرطية ضمن المقدمات كما في المثال السابق من المفضل اختيار جملة تمثيلية لتلك الجملة الشرطية تحتوي على علاقة ما ضرورية مثلا في مثال الرئيس السابق القضية الأولى الممثلة للجملة الشرطية تؤكد على العلاقة الضرورية ما بين القتل والموت لا يوجد أدنى شك في حقيقة أن شخص ما قتل يصبح ميت وبالتالي حقيقة الجملة راسخة بنفس الصورة لو كانت الجملة النتيجة في الحجة شرطية أحد الطرق التي من الممكن استخدامها لصياغة مثال أو أطروحة خاطئة على صورتها هو دمج شرط صحيح مع نتيجة تابعة خاطئة مثلا الجملة الشرطية لو مش مش قطة إذن مش مش كلب بكل تأكيد أطروحة خاطئة قدرتك على تحديد صورة أو قالب الحجة بسهولة تتطلب أولاً أن تكون على معرفة بصور أو قوالب الحجة المنطقية الاستنتاجية أولاً يجب أن تحدد المقدمات والنتيجة في الحجة ثانياً لا بد أن تفرق بين كلمات القالب form words من كلمات المحتوى content words كي تستطيع أن تختزل حجة إلى صورتها القياسية أو قالبها عند الاستبدال أو التمثيل نترك كلمات القالب كما هي ونستبدل كلمات المحتوى بالرموز مثلاً قالب القياس المنطقي التصنيفي categorical syllogism بيحتوي على كلمات كل ليس بعض هو ولا هذه هي كلمات القالب لا تتغير أو تستبدأ أما في قالب القياس المنطقي الافتراضي ipocytical syllogism كلمات زي لو إذن ليس هي كلمات القالب أيضاً هناك كلمات قالب أخرى مثل إما كلا من وتستخدم في صور أو قالب أخرى من الحجة الاستنتاجية لكن ليس دائماً من السهل تحديد صورة أو قالب الحجة وفي تلك الحالة أحد الطرق السهلة هو استخدام البديهة في نقل المثال إلى صورة أو قالب حجة ثم محاولة إيجاد عينة مضادة له مثلاً جميع نجوم السينما ممثلون مشهورون لأن جميع نجوم السينما المشهورين هم ممثلون لو استبدلنا نجوم السينما ممثلون ومشهورون بالرموز سين صاد عين يصبح قالب الحجة كالآتي واحد كل سين صاد هو عين اتنين إذن كل سين هو عين هو صاد وده وده أحد تمثيلات القالب واحد كل البشر التي هي آباء رجال اتنين إذن كل البشر الرجال هم آباء من الواضح إن هذا التمثيل باطل المقدمة صحيحة لأن كل الآباء فعلاً رجال لكن لا يتبع هذا بالضرورة إن كل الرجال من الآباء استخدام طريقة العينة المضادة ساعدنا في إظهار هذا بالرغم من إن المثال السابق لا يتبع صورة قياسية محددة أو قالب معروف محدد من الحجج الاستنتاجية استخدام طريقة العينة المضادة قد يتطلب قليل من المرونة والإبداع لأن لا توجد قواعد محددة يجب اتباعها لتمثيل الصورة أو القالب لكن هناك إرشادات عامة كما أشرنا منذ قليل الطريقة فعالة جداً في إظهار بطلان الحجة لأن ترتيب حقيقة المقدمات وبطلان النتيجة نمط غير عقلاني غير منطقي تقبل كل العقول الإنسانية السليمة الحجج التي نتعرض لها بشكل يومي غير مباشرة ولا يتم صياغتها عادة في شكل قياسي قد يختلف ترتيب مقدماتها أو حتى في بعض الأحيان معاني مقدماتها قد تستخدم لغة غامضة أو ملتبسة هيكل الحجج قائم بالدرجة الأولى على العلاقة بين مركباتها وبالتالي القدرة على تقييم إن كانت الحجة صحيحة أو صالحة يعتمد على قدرتنا على فهم العلاقة بين مركبات الحجة ومن هنا علماء المنطق عملوا على وضع مجموعة من الآليات والطرق لتحليل تركيب الحجج وهيكلها في الغالب في الغالب أحد أهم تلك الطرق هو آلية إعادة الصياغة بارافريزينج الآلية من خلالها بنقوم بإعادة صياغة الحجة بلغة واضحة وترتيب وهيكل منطقي في بعض الأحيان قد يتطلب هذا إعادة تشكيل للجمل وبالتالي من المهم جدا الحرص عند القيام بإعادة الصياغة توخي الحذر من التأثير على الحجة الأصلية وإن الشكل الجديد نزال بيحافظ على الجدلية المطروحة مثلا تميل الدول المتنوعة عرقيا إلى إقرار مستويات دعم اجتماعية أقل من تلك الدول المتجانسة لا يشعر الناس بالارتباط مع بعضهم البعض عندما ينقسمون على أسس عرقية ويكونون أقل قابلية لبرامج الدعم إما أن يكون لديك تنوع عرقي أو دولة مزدهرة كبيرة من الصعب الحصول على كليهما من الممكن إعادة صياغة الجدلية في الشكل قياسي كالآتي 1- لو كانت الدول المتنوعة عرقيا إذن لن يشعر الناس بالارتباط ببعضهم البعض 2- إن لم يشعر الناس بالارتباط ببعضهم البعض يكونون أقل قابلية لبرامج الدعم الاجتماعي الكبرى 3- إذن الدولة المتنوعة عرقيا أقل قابلية على اعتناق برامج دعم اجتماعي كبرى في بعض الأحيان إعادة الصياغة تقوم بأكثر من مجرد إعادة ترتيب أو تشكيل الحجة على سبيل المثال قد تظهر إعادة الصياغة الفرضيات الخفية داخل الحجة مثلا عالم الرياضيات الإنجليزي جو فريدي هاردي قدم الجدلية التالية في كتابه دفاع رياضي المعسمة تيشنزابالجي اللي نشره سنة 1940 الجدلية كالآتي سيتم ذكر أرشميدس ونسيان أسيخلوس لأن اللغة تموت لكن الأفكار الرياضية لا تموت من الممكن إعادة صياغة تلك الجدلية كالآتي 1- اللغة تموت 2- أسخليوس كتب مصرحياته باستخدام اللغة 3- إذن أعمال أسخليوس ستموت في النهاية 4- الأفكار الرياضية لا تموت 5- أعمال أرشميدس كانت أفكار رياضية 6- إذن أعمال أرشميدس لن تموت 7- إذن أرشميدس سيتم ذكره لكن أسخليوس سينسى كما ترى عملية أعط الصياغة في المثال السابق لم تقم فقط بإعادة هيكل وترتيب قضايا الحجة لكنها أيضا قامت بإظهار القضايا والأطرحات الخفية في سياق جدلية هاردي إذن آلية إعادة الصياغة تجعل الحجة سهلة التعرف عليها داخل النص وبالتالي الحجة الصادرة عن عملية إعادة الصياغة من الضروري أن يتحقق فيها بعض أو كل الشروط التالية 1- الحجة تستخدم مؤشرات المقدمات والنتيجة اللغوية 2- الحجة تستخدم أحد صور أو قوالب الحج المنطقية المتعارف عليها 3- حجة تظهر الفرضيات الخفية القائمة على الصياق أو المعرفة الصادقة 4- الحجة تتخلص من المصطلحات ذات المعاني الغامضة أو الملتبسة إعادة الصياغة تعتمد على عدة آليات ومهارات لغوية بسيطة منها على سبيل المثال 1- ترتيب قضايا الطرح بشكل بديهي يسهل عملية الاستيعاب أي تبسيط هيكل وترتيب الصياغة اللغوية 2- تبسيط اللغة المستخدمة في النص الأصلي 3- التخلص من القضايا والأطرحات الغير مرتبطة بنتيجة الحجة 4- تحديد وتوحيد المصطلحات المستخدمة 5- تحديد النتائج الوسيطة وأيها يعتمد بشكل مباشر على بعضها البعض مخططات الحجج Arguments Diagrams الآلية الثانية لتحليل الحجج بهدف فهمها هو رسم مخطط الحجة أو الجدلية Diagramming Arguments من خلال المخطط من الممكن أن تمثل الهيكل أو التركيب اللغوي للحجة في صورة بيانية تدفق قضايا المقدمات والنتيجة يتم تمثلها في مخطط سناء الأبعاد 2-Dimensional Charm المخطط بكل تأكيد غير مطلوب في حالة الحج البسيطة بالرغم من أنه قد يساعد في فهم الحجة لكن عندما تكون الحجة معقدة لها مقدمات عديدة متشابكة بطرق مختلفة مخطط بياني قد يكون كبير الأثر في فهم الحجة كي نستطيع رسم مخطط بياني للحجة أولا نقوم بترقيم كل قضايا الحجة بنفس الترتيب الذي تظهر به داخل الحجة نرسم دائرة حول كل رقم وباستخدام الأسهم نقوم بإظهار العلاقات ما بين القضايا بالإشارة من رقم قضية إلى القضية الدال عليها ترتيب الدوائر الممثلة للقضايا الحجة يتبع بعض القواعد التنظيمية 1-نتيجة الحجة تظهر في نهاية المخطط مستقلة تابعة للقضية التي تدل عليها 2-المقدمات التي تقود لنفس النتيجة ولا تعتمد على بعضها البعض يتم وضع دوائرها على نفس المستوى الأفقي هناك عدة صور من الأنماط أو الطرق المختلفة لتمثيل الحجة النمط العمودي أو الرأسي vertical pattern هذا النمط من التخطيط يتم رسم مخطط لحجة مقدمتها غير متوازنة أو متنسقة في تأثيرها أي أن المقدمات لا تقدم دعم أو دليل مباشر لنتيجة الحجة لكن المقدمات تدعم مقدمات أخرى التي بدورها تدعم النتيجة النهائية في تلك الحالة المخطط بسيط كل مقدمة لها دائرة على مستوى أفقي مستقل والسهم الخارج منها يشير للمقدمة التابعة لها في تسلسل يبدو مثل العقد أو السلسلة إلى النتيجة النهائية على سبيل المثال 1- بيع الأعضاء البشرية مثل القلب، الكلة، لابد أن يتم تجريمه 2- السماح ببيع الأعضاء البشرية سيقود بدون شك إلى إعطاء الأغنياء ميزة تقريرية لأنهم سيكونون قادرين على شراء تلك الأعضاء 3- طبقا لقانون العرض والطلب 3- عندما يتم شراء شيء نادر وبيعه كسلعة يرتفع السعر دائما 3- من الممكن رسم مخطط لتلك الحجة كالآتي 4- مخطط رأسي يبدأ من القضية رقم 3 على مستوى مستقل 5- ويشير إلى دائرة 2 أسفلها 6- وسهم منها يشير إلى النتيجة النهائية للحجة وهي القضية رقم 1 5- في أسفل المخطط 6- انظر إلى الشكل المرافق 6- المخطط يظهر لنا أن القضية رقم 1 هي نتيجة الحجة 7- مدعومة بالقضية 2 التي أيضا مدعومة بالقضية 3 8- النمط الأفقي 9- horizontal pattern هو صورة أخرى من السهل توضيحه من خلال المثال التالي 1- لا يوجد إجماع بين علماء الأحياء 10- ان الخلية المخصبة حية 10- مقارنة بالبويضة الغير مخصبة 11- او الحيوان المنوي لا يعتبر على قيد الحياة 12- كما أنه لا يوجد إجماع 12- او لما إذا كانت مجموعة من الخلايا بدون نظام عصبي بدائي 13- تعد إنسان على قيد الحياة 13- وبالتالي لا توجد بيانات تجريبية مقنعة 14- لتقرير قضية متى تبدأ الحياة البشرية 14- من الممكن تمثيل تلك الحجة في صورة مخطط بياني كالآتي 15- دائرتين 1 و 2 15- على نفس المستوى الأفقي 16- وسهمين من كل من 1 و 2 16- يشيروا إلى دائرة 3 أسفل هما 16- انظر إلى الشكل المرافق 17- أي إن نتيجة الحجة ممثلة في القضية رقم 3 17- مدعومة بكل من المقدمتين الممثلتين في الدائرتين 1 و 2 18- في النمطين السابقين 18- كل مقدمة تعمت نتيجة الحجة بشكل مستقل 19- لكن في بعض الأحيان 19- يتم الجمع بين النمطين السابقين 20- حيث يشترك مقدمتين في دعم النتيجة 21- في تلك الحالة يطلق على هذا النمط المقدمات المشتركة 22- في تلك الحالة المقدمتين يعتمد على بعضهم البعض 22- حيث لو تم إزالة أحدهما يفشل الآخر في دعم النتيجة 23- بشكل مستقل 23- مثلا 1- أحمد لا يستطيع حضور الامتحان الأسبوع القادم 24- اتنين حضور الامتحان يتطلب التسجيل في بداية الفصل الدراسي ونسبة حضور أعلى من 80% 25- ثلاثة نسبة حضور أحمد أعلى من 80% لكنه غير مسجل 26- في تلك الحالة النتيجة الممثلة في الدائرة واحد تتطلب كل من الدوائر 2 و 3 مجتمعتين 27- تحت قوس لدعم حقيقتها وهي عدم قدرة أحمد على حضور الامتحان 27- معرفة مثلا القضية المطروحة في 2 وهي شرط الحضور غير كافي لاستنتاج عدم قدرة أحمد على حضور الامتحان 28- ومعرفة القضية المطروحة في 3 وهي نسبة حضور أحمد وعدم تسجيله في المادة غير كافي بمفرده لاستنتاج عدم قدرة أحمد على حضور الامتحان إذن حقائق المقدمتين معا أو المقدمات مشتركة تدعم حقيقة النتيجة نمط آخر هو عندما تقدم الحجة عدة نتائج multiple conclusions في تلك الحالة يتم تمثيل الحجة بالمقدمات تشير بسهم إلى قوس يجمع مجموعة من الدوائر الممثلة لكل نتائج الحجة مثلا واحد الزواج المبكر وعدم إكمال التعليم هما السببين الرئيسيين وراء ازدياد نسبة الفقر في المجتمع اتنين لكي نقضي على الفقر لابد أن نعطي الناس دافع كي يكملوا تعليمهم وايضا ثلاثة لابد من تشجيع الأسر على رفض الزواج المبكر انظر للشكل المرافق في تلك الحالة الدائرة واحد المقدمة تشير إلى قوس يجمع تحته كل من النتيجتين اتنين وثلاثة لو فاكر من حلقة أسس علم المنطق الجدالية لا يمكن أن تحتوي على أكثر من نتيجة لكن البشر في لغتهم اليومية لا يتبعوا قواعد المنطق بصرامة ولهذا نقوم بجمع النتيجتين تحت قوس أي أن هناك نتيجة واحدة للحج مثال آخر على نص تتعدد فيه نتائج الحجة ويصبح من الضروري على المحلل أن يجمع نتائج الحجة تحت نتيجة واحدة هو نص مقتطف من خطاب من كارل ماركس لفريدريك انجلز قال فيه واحد تعجيل القيام بالثورة الاجتماعية في انجلترا هو أهم عنصر من الممكن حدوثه في رابطة العمال الدولية اتنين الوسيلة الوحيدة لتعجيل الصورة هو استقلال آيرلندا تلاتة بالتالي تصبح المهمة الدولية قلق صراع بين انجلترا وآيرلندا أربعة وفي كل المحافل الدولية نقف صراحة خلف دعم آيرلندا هناك جدليتين في تلك الحجة لكن النتيجتين مدعمتين بنفس المقدمتين واحد واثنين في تلك الحالة من الممكن رسم مخطط الحجة كالآتي المقدمتين واحد واثنين مشتركتين بقوس نمط مقدمات مشتركة يشير إلى كل من ثلاثة واربعة مجتمعتين بقوس كنتيجة واحدة انظروا الشكل المرافق دي الصور الأربعة الأساسية لتمثيل العلاقات بين قضايا الحجة هذه اللغة التصويرية الرمزية كافية الآن كي تستخدم لتحليل الحجج الأكثر تعقيدا التي قد نتعرض لها في الكتابات والمناقشات اليومية المثال القادم أكثر تعقيدا واحد قمم الجبال الصحراوية مواقع جيدة لعملية البحث الفلاكي اتنين بسبب ارتفاعها تكون فوق جزء من الغلاف الجوي الأمر الذي يمكن الضوء الصادر عن النجوم من الوصول إلى التليسكوب دون الحاجة إلى صبر أعماق الغلاف الجوي ثلاثة وبسبب طبيعتها الجافة الصحراء عادة ما تكون خالية من السحب أربعة السحب والضباب يشكل حاجز في السماء أمام أي قياسات فلاكية في تلك الحجة القضية واحد هي نتيجة الحجة والثلاث حجج الأخرى هي مقدمات تلك الحجة لكن الطريقة التي يقدم بها الدعم غير متكفأة المقدمة اتنين بمفردها تدعم النتيجة وهي ارتفاع قمم الجبال لكن المقدمة ثلاثة واربعة مشتركتين لابد أن يطرحها معا كي يدعم النتيجة وبالتالي المخطط يصبح كالآتي بجمع النتيجة ثلاثة واربعة نمط المقدمات المشتركة وكلاهما مع المقدمة اتنين بشكل مستقل النمط الأفقي يدعم النتيجة واحد النتيجة النهائية للحجة انظر الشكل المرافق عندما يكون هناك أكثر من مقدمة في الحجة في بعض الأحيان موقع المقدمات والنتيجة في الحجة قد لا يتبع التسلسل المنطقي أي النتيجة في نهاية الحجة والمقدمات في بدايتها وفي تلك الحالة يكون من الضروري إعادة ترتيب قضايا الحجة حتى يكون من الممكن رسم مخطط لها مثلا فكر في النص التالي المصدر الحقيقي والأصلي لإلهام المفكرين المسلمين كان القرآن والأحاديث النبوية من الواضح إذن أن الفلسفة الإسلامية لم تكن مجرد نسخة كربونية من الفكر اليوناني السالف عليها لأنها اهتمت بشكل أساسي بالمشكلات التي نشأت في المجتمعات الإسلامية وزاد صلة بالثقافة الإسلامية الدينية تفتكر ما هي نتيجة تلك الحجة وأين موقعها في النص بالضبط النتيجة هي الفلسفة الإسلامية لم تكن مجرد نسخة كربونية من الفكر اليوناني وفي الواقع النتيجة ظهرت ما بين مقدمتي الحجة مصدر الفكر الإسلامي كان القرآن والأحاديث النبوية واهتمام الفلسفة الإسلامية كان بمشاكل المجتمعات الإسلامية أيضا نتيجة حجة ما قد تصبح مقدمة لحجة أخرى داخل نفس النص مثلا في أحد كتابات توما الأكويني جادل واحد القانون البشري يصاغ كي يناسب جموع البشر اتنين الغالبية العظمة من البشر ليست مثالية في الفضيلة تلاتة لذلك لا تمنع القوانين الإنسانية كل الرزائل نتيجة تلك الحجة استخدمها الأكويني مباشرة قاموا قدمة لحجة أخرى مختلفة نصها كان كالآتي واحد الأفعال الشريرة تتعارض مع أفعال الفضيلة اتنين لكن القانون الإنساني لا يحذر كل الرزائل تلاتة إذن القانون الإنساني لا يصف كل أعمال الفضيلة هذه الصور التتابعية من الحجج القائمة على بعضها البعض قد تصبح أكثر تعقيدا ولها عدد كبير من المستويات على أي حال مخططات الحجج تصبح مهمة جدا في تحليل وتفسير الحجج عندما يكون هناك عدة مستويات متدخلة ومتشبكة من الحجج مثلا في رسالة جون لاك الثانية للحكومة Second Treaties of Government قدم حجتين متداخلتين كالآتي واحد ليس من الضروري أن يكون فرع الحكومة التشريعي دائما موجود اثنين من الضروري دائما وجود السلطة التنفيذية في الحكومة ثلاثة ليس هناك حاجة دائمة إلى صياغة القوانين أربعة هناك حاجة دائمة إلى تطبيق القوانين التي صيغت مسبقا هناك حجتين متداخلتين في هذا المثال مقدمة ثلاثة ليست هناك ضرورة دائمة لصياغة القوانين وبالتالي نتيجة واحد ليس هناك ضرورة دائمة لوجود فرع تشريعي في الحكومة هذا المخطط من الممكن تمثيله بدائرة ثلاثة تشير إلى دائرة واحد والحجة الأخرى المستقلة هي مقدمة اربعة هناك حاجة دائمة لتطبيق القوانين وبالتالي نتيجة اثنين من الضروري دائما وجود سلطة تنفيذية بنفس الصورة من الممكن رسم مخطط فيه مقدمة اربعة تشير إلى نتيجة اثنين منظر للشكل المرافق رسم مخططات للحجج وإعادة الصياغة آليات قوية ومفيدة لتحليل الحجج وفهم هيكلها والعلاقات بين أطروحتها خصوصا عندما تصبح الحجة معقدة متعددة المستويات أو غامضة كما سنرى بعد قليل الحجج المعقدة complex argument forms بعض الحجج معقدة جدا في تركبه تحليل النصوص أو المناقشات التي تحمل في طياتها عدة حجج أو جدليات عملية صعبة وقد تصبح مستحيلة على البعض إن لم يستخدموا الأدوات السليمة عند تحليل النص مثلا بعض النصوص المقدمات لحجة ما قد تكون نتيجة فرعية لمقدمات أخرى اللي تدورها قد تكون نتيجة فرعية لمقدمات سبق عليها التركيبات المعقدة تشترك مع بعضها لتكوين صورة أكثر تعقيدة من الجدال مخططات الحجج بكل تأكيد تساعد على توضيح تلك العلاقات المتشابكة لكن لا توجد طريقة ميكانيكية من الممكن اتباعها للتأكد إن كان المخطط فعلا يمثل نص الحجة لأن هناك أكثر من قراءة ممكنة للحجة وبالتالي هناك أكثر من مخطط تصويري جائز للحجة لإظهار تركيبها اللغوي النصيحة اللي من الممكن أقدمها لك عند تحليل الحجج هو المحاولة الصادقة لفهم عملية التفكير العقلانية التي قام بها صاحب الحجة ومحاولة تحديد الدور الذي يلعبه كل عنصر من عناصر النص في دعم الحجة في الأمثلة التالية سأقوم بترقيم قضايا الحجة داخل النص لمساعدتك في فهم تركيب الحجة وعلاقتها لكن في الواقع النصوص لن تحتوي على تفصيل وترقيم لقضايا الحجة تحديد قضايا الحجة الخطوة الأهم لفهم وتحليل الحجة يتبعها فهم وتحديد العلاقات بين قضاياها بعد تحديد قضايا الحجة والعلاقات بينها يصبح من السهل الحكم على صحة الحجة إن كانت مقدمتها فعلا تؤدي لنتيجتها فكر في نص الحجة التالية المقتبس من مقال بعنوان كيف تطور مضاد حيوي جديد العالم الأورام الأمريكي المعاصر 1- البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تكلف الاقتصاد 20 مليار دولار سنويا 2- نحاول تطوير مضادات حيوية لمقاومة هذه البكتيريا 3- تطوير مضادات حيوية جديدة عملية غير مربحة 4- المضادات الحيوية عادة ما تعطى لمدة قصيرة من الوقت 5- الأطباء يصفون المضادات الحيوية بشكل محدد تحت ظروف صحية معينة 6- إذن كي نشجع تطوير مضادات حيوية جديدة الحكومة لابد وأن تضع جائزة مالية قدرها 2 مليار دولار لأي شركة تطور مضاد حيوي فعال نتيجة الحجة هي القضية رقم 6 المدعومة بشكل مستقل بالمقدمة رقم 1 وهو التكلفة الباهزة التي تفرضها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية على الاقتصاد لكن أيضا النتيجة مدعومة بشكل مستقل بكل من المقدمتين 2 و3 وهو لابد من تطوير مضادات حيوية جديدة لكنها عملية مكلفة وأخيرا المقدمة 3 مدعومة بشكل مستقل بكل من المقدمة 1 و2 وهو الأسباب المؤدية لارتفاع الكلفة المادية لتطوير المضادات الحيوية لو حاولنا رسم مخطط لتلك الحجة سيكون على الصورة التالية بنظر الشكل المرافق المقدمة 4 و5 تشير بشكل مستقل إلى المقدمة 3 نمط أفقي المقدمة 2 و3 مشتركتين بقوس تشير إلى النتيجة 6 نمط المقدمات المشتركة والمقدمة 1 تشير إلى النتيجة 6 نمط أفقي المثال التالي نتيجة الحجة أول جملة في المقدمة وأربع مقدمات تتبعها لتدعمها بشكل مباشر ومقدمتين يدعموها بشكل غير مباشر عن طريق نتائج بسيطة تأمل النص 1 من غير المرجح أن تكون الأبحاث التي تستخدم الحيوانات غير ضرورية أو سيئة 2 قبل إجراء تجربة باستخدام حيوانات من الفقاريات يجب مراجعة بروتوكول هذه التجربة من قبل لجنة مؤسسية تضم طبيب بطري وعضو من الجمهور 3 وخلال البحث يتم مراقبة صحة الحيوان ورعايته بانتظام 4 يحتاج الباحثون إلى حيوانات صحية للدراسة في العلوم والطب 5 لأن الحيوانات غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى نتائج خاطئة 6 هذا حافز قوي للعلماء للتأكد من أن أي حيوانات يستخدمونها هي حيوانات صحية ويتم تغذيتها بشكل جيد 7 علاوة على ذلك تعتبر الأبحاث المتعلقة بالحيوانات باهزة السمن 8 ولأن التمويل محدود في العلوم 9 فإن البخوص عالية الجودة هي فقط القادرة على المنافسة بفاعلية للحصول على الدعم منظر الشكل المرافق النتيجة الفرعية 4 مدعومة بالمقدمة 5 الباحثون يحتاجون حيوانات صحية لأن الحيوانات غير الصحية تؤدي إلى نتائج خاطئة النتيجة الفرعية 4 بدورها مقدمة للنتيجة الفرعية 6 وهو أن تجنب النتائج الخاطئة في البحث العلمي حافز قوي لاستخدام الحيوانات الصحية والنتيجة الفرعية 6 بدورها مقدمة للنتيجة الأخيرة واحد وهو إن من غير المرجح أن الأبحاث العلمية التي تستخدم الحيوانات سيئة ومضرة في نفس الوقت المقدمتين 7 و 8 مجتمعتين يدعم النتيجة الفرعية 9 الأبحاث المتعلقة بالحيوانات باهزة التمن والتمويل محدود إذن الأبحاث عالية الجودة هي فقط القادرة على المنافسة بفاعلية للحصول على الدعم هذه النتيجة الفرعية بدورها مقدمة للنتيجة الحجة الأخيرة رقم واحد وعلى التوازي المقدمتين 2 و 3 مستقلتين يدعم النتيجة الأخيرة واحد وهو أن التجارب تراجع من قبل لجنة متخصصة محايدة ويتم مراقبة صحة الحيوان ورعايته خلال البحث أكيد ملاحظ الحجة معقدة قدية وترتيب المقدمات النتائج الفرعية والنتيجة الأخيرة لا يتبع الصياق الرسمي الذي يقترحه علماء المنطق لكن التعقيد قد يظهر في صورة أخرى تاخل النصوص أحيانا عن عمد أو ساهو مثلا أحد تلك الصور هو تكرار نفس الفكرة أو الحجة بعدة صور مختلفة أو صياغات مختلفة في تلك الحالة المخطط يساعد في إظهار تلك التكرارية عند تحليل النص نستخدم نفس الرقم للإشارة للمقدمات المتكررة تأمل النص التالي واحد نظرية الانفجار الأعظم بيج بانج تنهار اتنين وفقا للفكرة التقليدية بدأ الكون بالانفجار الكبير انفجار هائل متماثل تماما قبل عشرين مليار عام تلاتة المشكلة هي أن علماء الفلك أكدوا من خلال الملاحظة وجود تجمعات ضخمة من المجرات التي هي ببساطة أكبر من أن تتشكل خلال عشرين مليار سنة فقط كما تظهر الدراسات المستندة إلى بيانات جديدة تم جمعها بوسطة القمر الصناعي مدعومة باستطلاعات أرضية سابقة أربعة إن المجرات تتجمع في شرائط شاسعة تمتد مليارات السنين خمسة وتفصل بينها مئات الملايين من السنوات الضوئية ستة نظرا لملاحظة أن المجرات تنتقل في جزء صغير فقط من سرعة الضوء تظهر الرياضيات سبعة أن هذه المجرات الكبيرة من المادة يجب أن تستغرق ما لا يقل عن مائة مليار عام لتتحد مع بعضها خمسة أضعاف طوال الوقت منذ الانفجار الأعظم المفترن تلاتة لاحظة دجرارية لا يمكن إنشاء هياكل كبيرة مثل تلك الموجودة الآن في عشرين مليار عام اتنين لاحظة دجرارية مرة أخرى نظرية الانفجار الكبير تقر بأن المادة انتشرب بالتساوي في الكون في هذه الصورة القياسية تلاتة لاحظة دجرارية لا توجد وسيلة لمثل هذه المجموعات الضخمة للتشكل بسرعة أرجو إنك تكون لاحظت تكرارية القضايا اتنين وتلاتة في الجدلية المقدمات أربعة خمسة وستة والأدلة القائمة على الملاحظة تعطي أسباب لدعم النتيجة الفرعية سبعة وإن التجمعات الكبيرة من المادة تحتاج ما لا يقل عن مائة مليار عام كي تتحد الأمر الذي بيعد خمس أضعاف الوقت المفترض منذ بداية الانفجار الأعظم النتيجة الانتقالية سبعة ضمنية تعمل كمقدمة للنتيجة الانتقالية ثلاثة وتكرر نفس الفكرة وهو إن لا يمكن أن تكون هذه التجمعات الكبرى في المدة المفترضة منذ حدوث الانفجار الأعظم قد تكونن وبدمج المقدمة اثنين وتلاتة المدة المفترضة والتماسل المفترض غير كافي لدعم النظرية وبالتالي النتيجة واحد وهي تداعي نظرية الانفجار الأعظم انظروا الشكل المرفق الجدلية اكتملت هنا لكن في النص الكاتب كرر المقدمات اثنين وتلاتة عدة مرات دون داعي جزء من مهمة التحليل المنطقي للنصوص هو تحديد تلك التكرارية والتخلص منها تأمل النص التالي الأكتر تعقيدا واحد السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية لا يمكن أن تكون أي شيء غير أجهزة تجريبية اثنين طاقة الشمسية ضعيفة جدا لتشغيل سيارة صغيرة للاستخدام اليومي تلاتة تبلغ الطاقة الشمسية التي تدخل الغلاف الجوي عوالي واحد كيلو واط لكل يارد مربعة أربعة بسبب التشتت في الجو ثمثة ولأن الشمس تشرق نصف يوم في المتوسط بأي مكان على الأرض ستة فإن متوسط الطاقة الشمسية المستقبلة هو واحد على ستة كيلو واط أو أربعة كيلو واط في اليوم سبعة تشير الاختبارات على السيارات ذات الحجم الكامل إلى أن هناك حاجة إلى تلتميت ألف واط ساعة في بطارية السيارة الكهربائية كي تؤدي مهام الفرض اليومية بشكل مرضي ثمانية لذلك ستكون هناك حاجة إلى أربعين يارد مربعة من الخلايا لشحن بطارية السيارة أي بحجم سطح جرار واحد التكنولوجيات التي لم تتطور بالقدر الكافي بعد ليست السبب في عدم قدرة السيارة لتوفير احتياجات الفرض العادي للاستخدام اليومي السيارة تجريبية مصممة بشكل رائع لكنها قيود علم الكونيات منظر الشكل المرافق لو تأملت النص ستجد أن نتيجة الحجة المقدمة رقم 2 تم تكرارها بصيغة أخرى في نهاية النص المقدمة رقم 1 والمقدمات 3 4 5 مجتمعة كمية الطاقة الشمسية اللي بتدخل الغلاف الجوي قليلة بسبب التشتت ولأن الشمس تشرق نصف يوم فقط تدعم المقدمات 7 و 6 وهو أن متوسط الطاقة الشمسية المستقبلة 4 كيلو واط في اليوم والاختبارات تشير إلى احتياج 300 ألف كيلو واط المقدمتين معا يدعم المقدمة 8 وهي أننا نحتاج 40 ياردة مربعة أي مساحة سطح الجرار لشحن سيارة التي تدعم النتيجة الفرعية 2 وهو أن السيارات الكهربائية فكرة غير عملية نفس الفكرة المكررة في النتيجة النهائية واحد لكن بصيغة أخرى لاحظ أن حقيقة أو خطأ الجدليات التي نستخدمها كأمثلة هنا ليست الأمر محل التحليل لكننا نحلل التركيب والهيكل العام للحجة كي نستطيع تقييم سلامتها ومنطقيتها المثال الأخير الذي سأطرحه عليك شديد التداخل والغموء لكن صورة جيدة على كيف من الممكن أن تتشابك وتتداخل المقدمات واطروحات الحجة في النصوص البشرية الغير محكومة بقواعد المنطق تأمل النص التالي مجلة نيو انجلند الطبية اتخذت موقفا واحد بأنها لن تنشر تقارير لبحوث غير أخلاقية بغض النظر عن أهميتها العلمية هناك ثلاث أسباب لهذا الموقف أولا اتنين إن سياسة نشر البحوث الأخلاقية فقط إذا تبقت بشكل عام سوف تردع العمل الغير أخراقي ثلاثة يعد النشر جزء مهما من نظام المكافأة والتقدير في مجال البحوث الطبية أربعة ولن يقوم الباحثون بإجراء دراسات غير أخلاقية إذا علموا أن النتائج لن تنشر فمسة علاوة على ذلك هذه الدراسات أسهل في تنفذها ستة وبالتالي قد تمنح ممارسيها ميزة نافسية ثانيا سبعة إن رفض النشر حتى لو كانت الانتهاكات الأخلاقية بسيطة يحمي مبدأ أولوية موضوع البحث تمانية إذا سمح لها فوات صغيرة بالتالي نؤيدها وندعمها تسعة وهذا سيؤدي إلى انتهاكات أكبر وأخيرا عشرة فإن رفض نشر أعمال غير أخلاقية يخدم المجتمع بشكل عام بأنه يتخلص من العلماء الذين لا يعتبرون العلم المقياس الأساسي للحضارة عشرة قد تكون المعرفة رغم أهميتها أقل أهمية للمجتمع المتحضر من الطريقة التي يتم الحصول بها على هذه المعرفة انظر إلى الشكل المرافق مرة أخرى نتيجة الحجة تظهر في بداية النص الأطروحة رقم واحد ويدعمها المقدمات 2, 8, 11 بشكل مستقل المقدمات نفسها مدعومة من خلال شبكة من المقدمات الأخرى سأترك لك مهمة تتبع المخطط وتطبيقه على النص كي ترى العلاقات بين الأطروحات وتصل إلى النتيجة النهائية في النص وهي أن المجلة لن تنشر الأبحاث الغير أخلاقية بغض النظر عن أهميتها العلمية أرجو أن الأمثلة دي تكون أظهرت لك الإشكالية في النصوص الغير مضبوطة طبقا لقواعد المنطق واللي بتمثل غالبية النصوص البشرية المنشورة العلاقات بين الأطروحات متشبكة معقدة متكررة وفي كثير من الأحيان غير واضحة مصار الحجة يكون مختلط وغير واضح في عقل الكاتب نفسه في كثير من الأحيان لهذا التحليل المنطقي وإعادة الصياغة والمخططات تظهر تلك الإشكاليات من خلال إعادة بناء هيكل الحجة وتركبها في صورة تمثيلية تساعد على رؤية نقاط قوة وضعف الحجة المنطق يهدف إلى صناعة وتقييم الحجج لكن عملية التقييم النجحة للحجج تفترض أن تركيب الحجة محل السؤال اتبع قواعد صناعة المنطق طبقا لمنظومة علم المنطق الأمر اللي بكل تأكيد لا ينطبق على كثير من المحادثات والكتابات الإنسانية إشكاليات التفكير في عملية التفكير ننتقل من معطيات أو مقدمات معروفة ومؤكدة لنا إلى نتائج ما زالت في حيز الشكل الفرض العادي يقوم بصناعة الحجج يوميا كيف يتصرف وكيف يحكم على تصرفات الآخرين كيف يدافع عن أحكامه الأخلاقية السياسية الإنسانية إلى آخره القدرة على صناعة حجج سليمة أو الحكم على حجج الآخرين كانت سليمة أم لا مهارة لا تقدر بثمن ولو لاحظت أني أطلقت عليها مهارة لأنها تكتسب وتتحسن مع الممارسة والوقت والقدماء وضعوا ألعاب تعتمد في الأساس على العملية العقلية التي تنطلق من المقدمات إلى النتائج مثل الشطرنج أو اللعبة الصينية القديمة جو قواعد تلك الألعاب قائمة على اختبار وتقوية مهارات التفكير المنطقي غالبا الأحاجي والإشكاليات المنطقية في تلك الألعاب أبسط وأكثر مباشرة من الإشكاليات المنطقية في الواقع لكن تمرين العقل على التعامل مع تلك الإشكاليات التعرف عليها وحلها داخل نطاق لعبة محدود عملية مهمة جدا لأنها تساعد على بناء العضلات العقلية المنطقية إنجاز التعبير ويصبح العقل قادر على مد رقعة أنماط التفكير المنطقي المكتسبة في الإطار المحدود إلى الإشكاليات الواقعية بصورة أبسط تصور إن الألعاب العقلية والاستراتيجية بمسابة تمرين للاستعداد على التعامل العقلي مع الواقع مثلا القدرة على استنباط نتائج فرعية من مقدمات أولية واستخدامها كمقدمات لنتائج نهائية جزء أساسي من أنماط التفكير داخل لعبة الشطران المهارة التي إن مدها العقل الإنساني للاستخدام في الواقع تصبح أصيلة في عملية التفكير المنطقي الأحاجي والإشكاليات المصممة داخل تلك الألعاب قد تكون صعبة ومحبطة للبعض أحيانا لكنها كأي تطبيق لعملية التفكير المنطقي مشبعة جدا في حالة نجاحها أو زي مجادل الفيلسوف المعاصر جون دوي إن الاستمتاع بالمشكوك فيه هو أعلامة على العقل المتعلم لكن الأحاجي والألعاب العقلية ليست دائما في الألعاب الشهيرة مثل الشطرانج أو جو لكن أحد صورها الشائعة هي الألغاز اللفظية مثلا أحد صور الأحاجي اللفظية الشائعة هو الوصول لحقائق عن كائنات معينة مفترضة داخل الأحجية من خلال الاستنباط من أدلة داخل المقدمات بكر في المثال التالي الطاقم الفني لأي طائرة يتكون من الطيار مساعد الطيار ومهندس الطائرة أحمد، محمد، ومحمود طاقم الطائرة الفني مساعد الطيار أقل أفراد الطاقم دخلا محمود متزوج أخت محمد ودخله أكثر من الطيار مساعد الطيار هو الطفل الوحيد لأبويه ما هو منصب كل منهم داخل طاقم الطائرة الفني علشان نقدر نحل الأحجية دي الطريقة المنطقية هي أننا نبدأ من نطاق المعلومات المعروفة لنا في الأدلة المطروحة في مقدمات اللغز ونصل منها إلى نتائج تتخطى حدود الحقائق المطروحة داخل المقدمات في تلك الحالة المعلومات الأكثر المتوفرة لدينا حول الشخصيات هي المعلومات المتوفرة حول شخصية محمود نحن نعلم أنه ليس قائد الطائرة لأن دخله أعلى من قائد الطائرة وبكل تأكيد هو ليس مساعد قائد الطائرة لأن مساعد الطيار أقل أفراد الطاقم دخلا باستخدام الإزالة من الممكن أن نستنتج أن محمود لابد وأنه مهندس الطائرة وباستخدام النتائج الفرعية نقدر نحدد وظيفة محمد بكل تأكيد هو ليس مساعد الطيار لأنه له أخت ومساعد الطيار هو الطفل الوحيد لأبويه لكنه أيضا ليس مهندس الطائرة لأننا أثبتنا منذ قليل أن محمود هو مهندس الطائرة إذن الوظيفة الوحيدة الباقية هي قائد الطائرة إذن محمد هو قائد الطائرة ويبقى الفرد الأخير أحمد لابد أنه بيتقلد الوظيفة الأخيرة الباقية وهي مساعد الطيار الأحجية دي من الممكن أن تكون أعادت لك بعض ذكريات الطفولة المسائل اللفظية أحد التمارين الأساسية التي يدرسها التلاميذ في مناهج الرياضيات في المراحل الابتدائية في مصر وأعتقد في العديد من الدول العربية الأخرى والأحاجي والألغاز اللفظية كانت ومزالت تملأ فضاء مجلات الشباب والمراهقين المصورة لكن هذا النوع من الألغاز اللفظية حين يتعقد يصبح من الصعب التعامل معه بنفس الصورة السابقة ويكون من المفيد استخدام أحد الأدوات المنطقية للتعامل مع هذا النوع من المسائل وهو مصفوفات المعلومات مصفوفة المعلومات تستخدم لتراكم المعلومات وتصوير علاقتها الغير مباشرة ببعضها البعض المثال التالي سيساعد في إيضاح أهمية تلك الأداة نور، عمر، علي، وعائشة أربع شخصيات عامة زاد شأن كبير في المجتمع أحدهم عالم والآخر كاتب والآخر فيلسوف والأخير فنان ولكن ليس بالضرورة بنفس الترتيب المعلومات التالية متوفرة لدينا واحد، نور وعمر كانوا ضمن الجمهور في محاضرة أخيرة للفيلسوف اتنين، كل من علي والكاتب لديهم بورتريه رسموا الفنان لهم ثلاثة، الكاتب الذي نشر سيرة ذاتية لعائشة يخطط أن ينشر سيرة ذاتية لنور أربعة، نور لم يلتقي علي من قبل السؤال، يترى ما هي وظيفة نور، عمر، علي وعائشة؟ تذكر، المعلومات المطروحة داخل تلك المقدمات والنتائج الفرعية المستنبطة منها قد تكون مهمة عويصة على كتير مننا ولو حاولت تسطر بعض الملاحظات قد يساعد هذا الأمر لكنها سريعاً ما تصبح متشبكة وتتشتت عاول تجرب بنفسها طريقة أفضل هي ترتيب المعلومات وإظهرها بصورة منظمة تساعد في استنباط النتائج الفرعية أو الوسيطة واستخدامها مع المعلومات المطروحة في المقدمة لتساعد في ربط متسلسلة من الأدلة للوصول إلى النتيجة النهائية مصفوفة المعلومات هي الأداة التي قد تساعدنا في تحقيق تلك الأهداف ورؤية كافة الاحتمالات الممكنة المتعلقة بالوصول إلى النتيجة وتسجيل كافة الاستدلالات في هذا المثال المصفوفة تتكون من أربع صفوف كل صف يمثل فرد من الأفراد الأربعة في اللوص وأربعة أعمدة كل عمود يمثل أحد الوظائف الأربعة التي من الممكن أن يعتنقها الفرد عندما نقرر أن فرد ما بناء على معلومة ما مطروحة في أحد المقدمات أو بناء على أحد النتائج الفرعية المستنبطة لا يمكن أن يشغل وظيفة ما نضع علامة خطأ في الخانة تقاطع صف الفرد مع عمود الوظيفة منظر الشكل المرافق دعنا نبدأ بالمعطيات بناء على المعطى واحد من غير الممكن أن يكون نور أو عمر الفيلسوف لأنهم حضروا محضرة أخيرة له إذن نضع علامة خطأ لكل منهم في خانة الفيلسوف ومن المعطى اثنين نعلم أن علي ليس الكاتب ولا الفنان لأن الفنان رسم له هو والكاتب بورتري إذن نضع علامة خطأ لعلي في خانة الكاتب والفنان ومن المعطى ثلاثة نعلم أن الكاتب لا يمكن أن يكون عائشة أو نور لأنه نشر سيرة ذاتية لعائشة ويخطط لنشر سيرة ذاتية لنور إذن نضع علامة خطأ لعائشة في خانة الكاتب وعلامة خطأ لنور في خانة الكاتب حتى الآن المصفوفة تمثل فقط المعلومات التي نعرفها من خلال المقدمات لكن هناك فئة أخرى من المعلومات وهي المعلومات التي نعلمها من خلال عملية الإزالة لابد ان عمر هو الكاتب انظر لعمود الكاتب في المصفوفة هناك خطأ امام كل الافراد معاد عمر اذا الحل الوحيد الباقي هو ان عمر يصبح الكاتب اذا نضع علامة صح امام عمر في خانة الكاتب وبالتالي عمر لا يمكن ان يشغل اي وظيفة اخرى اذا نضع خطأ في جميع الخانات الاخرى في صف ولو نظرنا لعمود الفنان سنجد ان عمر وعلي امامهم خطأ اذا اما نور او عائشة لابد ان يكون الفنان لكننا عارفين من المعطى اثنين ان الفنان رسم علي فلابد اذا ان الفنان التقى بعلي ومن المعطى اربعة نعلم ان نور لم يلتقي علي من قبل اذا نور بكل تأكيد ليس الفنان نضع علامة خطأ في خانة الفنان امام نور اذا تبقى عائشة وبكل تأكيد هي الفنان نضع صواب امام الفنان في خارة عائشة وخطأ في باقي الخانات الأخرى الآن يصبح من الواضح أن خانة الفيلسوف المتبقية بدون علامة خطأ فقط أمام علي إذن علي هو الفيلسوف ونضع خطأ أمام باقي الوظائف في صف علي وأخيرا يتبقى نور في وظيفة العالم المصفوفة امتلقت وبكل تأكيد أصبحت المعلومات المؤكدة بما لا يدع مجال للشك أن نور هو العالم عمر هو الكاتب علي هو الفيلسوف وعائشة هي الفنات لو المثال ده كان متعب ذهنيا لكنه ممتع تي مجرد بداية لنمط في حل إشكاليات أكثر تعقيدا من هذا النوع مصفوفة المعلومات فيها قد يكون عشرات بالمئات الأبعاد وفي تلك الحالة تصبح موتر تانسور أحد وحدات البناء والتمثيل الرياضية التي تستخدم لتمثيل مصفوفات متعددة الأبعاد وغالبا هتستنتج لوحدك أن التعامل مع مصفوفات ذات مئات الأبعاد تصبح عملية غير بشرية على الإطلاق وتنتقل لنطاق البرمجيات في الواقع هذا النوع من الإشكاليات أحد مناطق البحث المستمر منذ ستينيات القرن السابق في مجال الزكاء الاصطناعي لكنها خارج نطاق بحثنا الحالي التحليل التراجعي ريترو جريت أناليسيز في الواقع عادة ما نتعامل مع حالات نبحث فيها عن الأسباب التي قادت للوضع القائم فكر مثلا في علماء الحفريات الجيوليجيين الفلكيين والفيزيائيين عادة ما يتركز نطاق بحثهم إشكاليات أصلها مجهول ومشكل في الوصول إليه هذا النوع من التفكير الذي يسعى إلى تفسير كيف نفسر كيف تطورت الأشياء من حالة سابقة مجهولة إلى حالة حالية معلومة معروف بالتحليل التراجعي ريترو جريت أناليسيز في الواقع تنشأ المشاكل المنطقية ضمن إطار نظري يتم توفيره من خلال المعرفة العلمية أو التاريخية ولكن في الأحاجي أو المشكلات المدروسة أو المصممة يجب توفير الإطار من خلال قواعد الأحجية أو المشكلة نفسها يجب تحديد بعض القواعد أو القوانين التي يمكن من خلالها متبعد التحليل المنطقي رقعة الشطرنج على سبيل المثال هي الأكثر شهرة لشرح مشاكل التحليل التراجعي قواعد لعبة الشطرنج توفر الصياق النظري المطلوب للقيام بالتحليل التراجعي عارف أن الكلام مجرد ونظري وقد يصعب استيعابه أحاول التوضيح من خلال استخدام الشطرنج كمثال عادة التحليل التراجعي في ألعاب الشطرنج يكون على تلك الصورة عدد من قطع الشطرنج في حالة معينة على رقعة اللعبة أي تخيل أننا دخلنا على اتنين بيلعاب شطرنج منذ نصف ساعة وبيتبعوا قواعد اللعبة حرفيا دون أي أخطاء وحنأخذ رقعة الشطرنج على الحالة التي وصلنا عندها السؤال يصبح ما هي مجموعة الحركات التي قام بها اللاعبين حتى يصل للوضع الحالي في الواقع بالرغم من بساطة السؤال إلا إنك لو على دراية بلعبة الشطرنج وقواعدها أكيد هتكون عارف إن الإجابة على هذا السؤال صعبة جدا خصوصا كل مكان المطلوب هو التراجع لعدد أكبر من الخطوات أو الحركات المحتملة في الماضي ده لإن المشكلة مرتبطة بعدد الاحتمالات الممكنة لكل حركة لكل قطعة موجودة على الرقعة وقت التحليل والتعقيد والصعوبة يتضاعف لإن هناك لاعبين لابد من تحليل الاحتمالات الممكنة لكل منهم الصعوبة دي بتظهر بالرغم من إن الشطرنج عالم مغلق أو في عالم البرمجيات والزكاء الصناعي نطلق عليها أي إنها عالم محدود مكون من عدد محدد من الكائنات المعروفة القوانين المحددة للحركة والأماكن المسموح بها للحركة وبالرغم من هذا هذا النوع من التحليل معقد جدا أحد الخوارزميات الشهيرة في عالم البرمجيات التي تتعامل مع إشكالية الاحتمالات الممكنة في منظومة مغلقة كالشطرنج لكن بدل من صورة راجعية بصورة قدومية أي تحليل الاحتمالات الحركة الممكنة أو الحالات الممكن الانتقال إليها من الحالة الحالية معروفة بخوارزمية بحث شجرة مونت كارلو مونت كارلو تريسيرش واللي عادة ما يتم استخدامها في برمجة الألعاب وفي الغالب لو لعبت شطرنج مع الكمبيوتر قبل كده أحد صور الخوارزمية مستخدم في تطوير تلك اللعبة ولو كنت من الدارسين العاملين أو المهتمين بمجال الزكاء الصناعي والتعلم الآلي غالبا ما حتكون قرأت عن خبر فوز برنامج ألفا جو اللي طورته شركة ديب مايند البريطانية واللي استحوزت عليها لاحقا شركة جوجل الأمريكية سنة 2015 على بطل العالم في لعبة جو الخبر ده كان عظيم الأهمية في عالم البرمجيات والزكاء الصناعي رقعة الشطرنج 8 في 8 أي 8 أعمدة في 8 صفوف رقعة لعبة جو 19 في 19 تخيل عدد الاحتمالات الممكنة وشجرة القرارات التي من المفروض أن يقوم جهاز الكمبيوتر ببناءها في الحقيقة لا يوجد اليوم كمبيوتر قادر على هذا باستخدام خواريزمية البحث في شجرة مونت كارلو لكن الباحثين في ديب مايند وضعوا قديهم على فكرة مبتكرة تمجوا فيها خواريزمية البحث في شجرة مونت كارلو مع آليات التعلم المعزز ري انفورسمينت لرنينج انتهت بيهم إلى وضع برنامجهم على خارط البحث في الزكاء الصناعي وفتح الباب أمام اسلوب جديد ومبتكر بتطوير آليات التعلم الآلي وصروة قدرت بـ 500 مليون دولار اللي اشترت بيه جوجل الشركة لكن دي قصة أخرى قد نعود إليها مرة أخرى في المستقبل عند منقشة موضوع فلسفة الزكاء الصناعي على أي حال في الواقع العالم غير مغلق وقواعد اللعبة غير معلومة بالكامل أو الاحتمالات الممكنة غير محددة أو معروفة بالنسبة لنا لكننا ما زلنا نريد البحث عن الحالات الأولية التي قادت إلى تلك الحالة الراهنة لك أن تتخيل درجة التعقيد والصعوبة بعملية التفكير المنطقي التي يجب أن يقوم بيها الباحث برحلة بحثه عن الحقيقة داخل الواقع القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن قصة جريمة في قطار الشرق السريع Murder on the Orient Express من تأليف الكاتبة الإنجليزية الشهيرة أجاثا كريستي التي نشرت للمرة الأولى في المملكة المتحدة عام 1934 واللي تم تحولها إلى عمل سينمائي أكتر من مرة الحبكة الدرامية للرواية عالية جدا وتخمينات المحقق إعجازية على غرار روايات شارلوك هولمز ومسيلتها من روايات التحقيق في الجرائم الغامضة من خلال الرواية حاولت أضرب لك نموذج للأحاج العقلية داخل نظام مغلق أو بيئة مغلقة عربة قطار فيها 13 راكب قتل واحد منهم ولم يغادر أحد العربة بكل تأكيد القاتل مازال على متن القطار من خلال الاستجوابات المحقق يضع مصفوفة من الاحتمالات تعمل قخاريط التحليل للغز أو الأحجية تظهر من خلالها الأكاذيب والحقائق وتقود في النهاية للقاتل ودلوقتي فكر في الحجج والجدليات التي تتعرض لها يوميا إيه هي يترى أفضل الطرق للتعرف على الحجج الباطلة؟ هل البطلان المنطقي له صور وقوالب متعارف عليها؟ وما هي الطرق والأدوات لتحليل الحجج والجدليات المنطقية؟ وهل تلك الطرق فعلا صالحة لتقييم الحجج في الواقع؟ أم إنها مجرد أدوات نظرية لتقييم الأحاجي داخل المنظومات المغلقة فقط؟ فكر تاني في الحلقة الجاية سنعبر الحدود الفاصلة بين المنطق واللاعقلانية بحسا عن صور من الجدال الباطل متخفية في عبائة المنطق عن الحج الباطلة مغالطات الارتباط المغالطات غير الرسمية المغالطات الاستقرائية المغالطات الكلامية وتصنيف المغالطات المنطقية هنتفلسف المرة الجاية من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر